اشتركوا في القناة والمراقبة والتنظيم في القطاع العمومي للقضاء على التهريب وتحسين المقدرة الشرائية نعرض عليكم أيضاً البرنامج الجهة وينتيعنا لتونس أخرى هو إعداد مشروع قانون لتسويت الوضعية العقارية للأراضي الدولية الفلاحية والأحياء السكنية بكل منطبرة البطان برج العامل المرنقية سيد علي الحطاب المنصورة الجديدة سعيدة ودليل دوار هشر إعداد برنامج متكامل للنهوض بالأحياء المهمشة وتوفير المرافق الضرورية والخدمات بكل من حي الورد حي الكراد حي الرياض وتقسيم القروة 2 المطالبة بإنجاز مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات المطالبة بإعادة تشغيل قطار الضواحي وتدعيم الأسطول للنقل الجهوي المتآكل المطالبة بإنجاز محطة نقل جهوي تربط بين الضواحي والقطار السريع إعطاء الأولوية القصوى لسيانة وترميم المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والطرفيهية مثال منتزه ميانة بيتبوربة المطالبة بإقامة مركب جامعي متعدد الاختصاصات والأنشطة للرياضات الفردية والجامعية بدوارة هيشة حل مشكل بطاقات العلاج المجاني لعائلات الفقيرة والمهمشة صوتوا لتونس أخرى رمزوا هلمبوبة رقمها 18 مع بعضنا تونس أخرى ممكنة مرحبا بكم ماهر بن حمادي النقاش ولد باب سويق أنا رئيس قيمة حركة مشروع تونس تونس واحد شعالنا المفتاح رقب قيمتنا التسعة الجهات هي الحل احنا نتقدموا المرة لنا يثيقتكم باش نمثلوكم في مجلس نواب الشعب قيمتنا تمثل مختلف معدم ديات تونس واحد باب سويق لمدينة سيد البشير باب بحر الحريرية سيد الحسين جبل الجلود السيجومي الوردية الكباني حيزهور الحل الشعبي ماهو الشعب وإحنا أولاد الشعب وعايشين معاكم وين نتوما مشاكلكم هي مشاكلنا وإحنا عايشينها كيما عايشينها نتوما وبثيقتكم فينا نلقاو الحلول اللازمة مع بعضنا نغزروا بعيد مع بعضنا باش نلقاو الحلول اللازمة على خاطر جهتنا ولا خاطر بلادنا نغزروا البعيد لا يغيروا الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم شعارنا المفتاح قيمتنا رقم تسعة وبرك الله فيكم وإن شاء الله نلوثيقتكم بسم الله الرحمن الرحيم أيمن البجيوي 38 سنة متحصلة على الدكتورة في الطب ورئيس قائمة حزب الرحمة على تونس تنين نحن ثلاثة من الشباب أصحاب الشهاد العليا سمعنا وتأثرنا بشيخ اللازيلي بأفكاره الإصلاحية إذا كعليش التحقنا بحزب الرحمة باش نصلحوا البلاد ونبدلوا طبقة سياسية اللي الشعب معاش عنده فاثق التوينسة الكل نعرفه اللي تونس تيش أزمة اقتصادية واجتماعية وكذلك سياسية الوضع المزرع ينعيشه اليوم في كل القطاعات اليوم حارة العظم الدينار الزيت مقطوع الدوية ضاع سبيطاراتنا موعد عملية أوليارين بستة وتسعة شهور الماء ضاع كيساتنا محفرة وبنية تحتية رديئة لم ترد صب بنص ساعة لبلاد تورق كل هذا الوضع المتردد حمله سياسيين اللي من 2011 ما خدموش لبلاد بل خدموا أحزابهم ومصالحهم الضيقة وزادوا بيعوا الشركات العمومية الرابحة واخذيوا برشا قروضات بش نقعدوا نخلصوا فيهم لسنوات سياسات فاشلة بالجملة ما تعرف كان تنزل على الزوالي اللي ما عادش خالط على جيج المكينة اليوم جاء وقت الإصلاح والتبديل غيروا هذه الوزوه بش ربي يغير لكم هذه الأوضاع قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حزب الرحمة سيعمل على محاربة الفساد وتأميم ثروة البلاد والدفاع عن مقدسات الإسلام عهد علينا أمام الله أن نكون في خدمة هذا الشعب وتاخدوا حقكم مننا أمام الله إذا نغضروا بكم صوتوا لحزب الرحمة بكثافة بش نجموا نصلحوا البلاد كونوا معنا راهي تونس أمانة والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عبد الرزاق شكري رئيس قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري بقيادة الدكتور المراحي عن دائرة قفصة ورقمها عشرون وشعارها الطائرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي لقد تمكن اتحاد الشعب الجمهوري من شد الأنظار في قيادة الدكتور المراحي بفضل برامجه المتمثلة أساسا في تطبيق الحماية الاقتصادية استرجاع الثروات ثم إعادة الاعتبار لمنظومة القيام ومكانة المربي صانع الإنسان المعاصر أبناء قبصة الأبية الضاربة في عنق التاريخ الثائرة على الأوضاع البائدة باستمرار معا نحقق إدماج عملية الحظائر والبيئة ونقطع معالية تشغيل الهشة ونعتني بصغار الفلاحين ونحلوا مشاكل الري وندعمهم ماديا العناية بالبيئة ومقاومة التلوث والبنية التحتية وربط قبصة بطرقات سيارة مع مختلف الولايات ولزمان التمويل نقترح اقتطاع نسبة 20% من عائدات شركة وصفات قبصة لبعث مشاريع مختلف المعتمديات وتقديم قروض ميسرة للباعثين الشبان خاصة أصحاب الشهد المعطلين عن العمل بعث مشاريع صناعية تحويلية بمعتمديد سيديعيش التي أصبحت قطبا فلاحيا عصريا على غرار معمل الطماطم والحليب العناية بالفلاحة البيولوجية إخواني أخواتي كونوا مع القائمة عدد 20 وشعارها الطائرة يوم 6 أكتوبر شكرا مرحبا بجميع المشاهدين محمد طهر الواد رئيس القائمة المستقلة للنسور بيسوسة لدينا 17 نقطة لكي نقوم عليهم من أهمهم هي المحافظة على الأمن الداخلي وهذا كان معناه مراجعة الأمن الداخلي حتى لأن المواطن التونسي يكون مطمئن ثانيا بذل كل الجهود لتوفير مواطن الشغل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي هذه أكيد هي ياسر مراجعة القوانين فيما يخص الصحة فيما يخص التعليم وهناك العديد من المشاكل التي يجب أن نتعرضونها لكن النقطة الهمة ياسر التي نحب أن نركز عليها بخلافة البرامج هذه الموجودة في الإفلاق هي أني بيش نكون ممثل لجميع الأخوة التي بيش نخبوني وهذلك بيش تكون هناك اجتماعات دورية شهرية بسوسة والجميع اللي خاصة المشاكل اللي هي عندها ذات أهمية قصوى بيش نترقولها مع بعضنا وأنا بيش نكون الصوت منتع الأخوة هذوما في البرلمان ما يكونش كان الصوتي أنا حتى لو كان أنا أختلف معهم في الرأي في الأصل أنا يزمني نعبر على رأيهم هما واللي بيش نخبوني الأكثرية أنا بيدي نعرفهم وأنه عندي طريق الاتصال بهم وهذا يبحون الله اللي يكون معناها هدف متاعنا للتشريعية لذا أنا أكد ياسر على النقطة هذه هما ياسر مع أنه يزمنا الراجع جميع المشاكل خاصة في مخص الاستثمار وبركة لو فيكم وإذا أهم هدف متاعنا أهالي سليانا الأحرار طحية طيبة أنا محمد نجيب السلامي رئيس القائمة الجبهة الشعبية عدد 33 اللي نعدكم به هو أني نبلغ لكم صوتكم ندافع عليه بكل أمانة وبكل مصدقية وأول الأصوات اللي بيش ندافع لها هي صوت ضحايا الرش في سليانا والمطالبة بمحاكمة المذنبين في ذلك كذلك أنه مع بعضنا يجب أن ندافع على حقوق مكتسبة في سليانا ثم مشاريع مبرمجة ولم تنفذ لحد الآن منها المستشفى الجهوي في مكثر منها ربط الخط الحديدي بالأخوات إلى سليانا وكذلك تعبيد كل المسالك الفلاحية اللي يتفك العزلة على الريف كذلك مع بعضنا نجم نفذ بعديد المشاريع ونفرض عديد المشاريع في الجهة سواء منها الصناعات الغذائية باعتبار أن الجهة هي جهة فلاحية كذلك أنه مساعدة الفلاحين على القروض وكذلك على البذور بأسعار مناسبة كذلك أنه نجم نعمل قطب سياحي في المناطق الجبلية بما تمتاز به من مناظر طبيعية رائعة وجذابة تنجم تكون هي مصدر لموزن قطب سياحي استشفائي ثقافي بيئي خارق العادة في الأخير نطلب منكم وبكل لطف أنكم تصوتوا إلى القائمة 33 ما كونش مش تندموا وما كون 33 هي قائمة الجبهة الشعبية نلتقي يوم 6 أكتوبر وأرجو أنكم مرة أخرى صوتوا إلى القائمة عدد 33 شكرا على الإصغاء أعطيكم صحة بسم الله الرحمن الرحيم لحبيب محنوش رئيس قائمة أصواتكم أمانة بدائرة أريانا الانتخابية القائمة عدد 17 اليوم جيتكم لا نوزير امتع اقتصاد ولا امتع فلاحة ولا امتع حتى شيء لحبيب محنوش جاكم باش يقول لكم إذا مرت قائمتنا أراني باش نكون نائبكم الحقيقي باش نسني معاكم الركبة باش ناقف معا ريانا شبر شبر مدينة مدينة قرية قرية باش ناقف معا البطال باش ناقف معا البحار باش ناقف معا النجار باش ناقف معا المرأة والمعوزة باش ناقف معا المواطن كيف يحتاجني في أي لحظة مش باش يلقاني شاد بالمزلس وانتخبتوني وانسيتكم وانسيت ريانا لا أبدا سأكون معكم حيث ما كنتم حتى أرقامي باش تكون على ذمتكم وعهد الله لن نخون الأمانة أبدا لن نخون الأمانة تحبوا على نائب حقيقي تحبوا على نائب يقف معاكم تحبوا على نائب تلقوه في كل وقت تحبوا على نائب كما أبدع في الفن وأبدع في الشعر وأبدع في كل شيء سيبدعوا في الصدق سيبدعوا في الإخلاص سيبدعوا في خدمتكم وفي خدمة تونس العزيزة شبرا شبرا من أقصى جنوبها الأقصى شمالها ولكن التركيز سيكون كلهم الحبيب محنوش ومن قائمته في أصواتكم أمانة على ولاية ريانا وشكرا لكم أنا هزوردوس أصغر رئيس قائمة في المونسير قائمتنا اسمها الرابطة الخذرة ورقمها 31 أنا شابة ونعيش مع شكل الشباب ونعرفها أكثر من الناس الكل اللي يحكيوا على لساننا أحنا نعرفوا شنا ونحبه هذا وقتنا نحبه نكونوا فاعلين معاش نحبه نكونوا مفاعل به ويزيما خدموا بينا الأحزاب وعملونا حطب نحبه التاريخ ويعيدوا نفسه في الثلاثينات القرن الماضي الشباب هو اللي صنع الفرق وهو اللي بنيه تونس إيجا نعاودوا واليد في اليد ونعملوا مجلس للشباب عليه شبابنا ميت اشتر في البحر واشتر ميت بلاحية في بلادنا كي تغلى المعيشة تغلى على الناس الكل أنا اليوم نتقدم المجلس النيابي باش نكون صوتكم صوت أصحاب الشهيد العليا صوت البطالة عندنا حلول أما يحبوا يكسروننا جوا نحنا باش ما عاج نحلموا ما عاش نطمحوا يزي من صراعات الأجيال أنا من موقعي بالتجربة أنتي من موقعكم بالتجربة وأني من موقعي بالتكنولوجيا نعملوا تونس جديدة تونس خير وأني كان عطيتوني صوتكم وعطيتوني ثقتكم نوعدكم أني نتنازل على كل امتيازات النائب لصالح الشباب المهمش في المناطق الفقيرة ما تعطيني سمكة أما علمني كيفش نصطاد ولاد العليا خير من الجيل الصفلة ولا يحب يخدم تونس يخدمها مش بتماع بتطوع ما تنسيوش نهار 6 أكتوبر بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي في ولاية السفقس أنا محمد البهلول خبير محاسب عضو بهاية الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بحث ومدرس جامعي في الجباية والتطقيق مترشح مستقل عن قائمة تونس أخرى بدائرة السفقس واحد شعارها الأنبوبة ورقمها 21 برنامجنا الانتخاب ينقسم إلى قسمين على المستوى الوطني سنعمل على إصلاح النظام الجبائي الحد من المديونية رد الأتبار لقيمة الدينار ومراجعة الاتفاقيات الدولية سنعمل على الحد من البطالة تخفيض نسبة الفقر الاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية والأقوف مع حق المتقاعدين على المستوى الوطني سنعمل على تحسين البنية التهدية بكل من معتمديات سفقس واحد من ساقة الزيت ساقة الدائر جبليانا الحنشة والعامرة وصولا إلى قرقنا بيرالي ومنزل شاكر سنعمل على تحويل اتجاه السكة الحديدية الذي يمر من وسط معتمديات ساقة الزيت ويتسبب سنويا في هلاك العشرات من الأشخاص سنعمل على دعم القطاع الفلاحي في كل من معتمديات جبليانا الحنشة العامرة منزل شاكر وبرالي سنعمل على دعم قطاع الصيد البحري بمعتمدية قرقنا وجعلها قطب سياحي بامتياز صوتكم أمانة صوت القائمة تونس أخرى رقم 21 وشعارها لأنبوبة أنا عبد الحميد بن جياس مترشحة على قائمة أتلاف عيش تونسي دائرة باجا شعارنا قلب أصفر ورقمنا 30 يقول قايا الناس تعرفني اللي أنا فنان أما ما يعرفوش اللي أنا فلاح زادة أبن عن جدا أي نعم في دور سماعين جبلات بالضبط وبتالي نعرف مشاكل الفلاحة مليح مليح نعرف الشي عني الفلاح نعرف اللي نهار كله هو يجري على القروض اللي ما يخذهش في وقتها نعرف اللي هو يتهان قدام البنوك نعرف اللي يتذل نعرف اللي المسالك الفلاحية ما توصلش وما تخدمش نعرف اللي نساء المرأة اللي حبلة على رأس ليلتها كيفاش ما تخرجش الاسبيتار خطر نهارتها نهار جرة نعرف البنات نوارات كي يروحوا من المعامل ولا من القراءة يمتاحهم يتلوحوا على طرف الكياس ويضربوا كيلومترات على الكارع بش يروحوا لديارهم هذو ما قاعدين يموتوا بالعرق بالعرق مش النساء اللي تلم في الجلبانة والبطاطا برك برشا ناس قاعدين يموتوا سلة سلة مناش على خطر هملونا همشونا والفساد والسراق اللي يكثروا بالأخص السنين الفارتة شفتوا قداش ناس قداش وجوههم تبدلت بعد ما شدوا السلطة كان ضعيف محروق ولا منور من نهب والسرقة يلزمنا نقفوا لبلادنا نقفوا لولادنا نقاوموا الفساد والمفسدين نقاوموا الرشوة ما تنساوش صوتوا قائمة عيش تونسي رقمها 30 وشعارها القلب الأصفر عسلمة أنا عد مجيل القسونتيني رئيس قائمة عيش تونسي بالدالة الانتخابية نابل 2 إلى لمزة القلب الأصفر وترتيبها 13 نحن التوانسة اللي عيشتنا صعبة في بلادنا نحن أهالي ولاية نابل اللي معاتش قابلين التهميش الرشوة والفساد نحن اللي معاتش قابلين باش نتمرمدوا ونموتوا في السبيطرات نحن اللي فدينا من صمصارة السياسة والطماعة نحن نحبوا نعيش وحياتنا ونفرحوا عائلاتنا ونظموا نستقبل وليداتنا نحن نحبوا نعيش وبيقدرنا في بلادنا قررنا باش نسترجعوا حياتنا قررنا باش نسترجعوا بلادنا هذك علاش باش نطبقوا وثيقة التوانسة اللي صادقوا عليها أكثر مليون تونسي وتونسية ونلتزموا أن نحلوا دوسيات الفساد وخاصة في الثروات الطبيعية ونحاسبوا الانتهازيين والفاسدين ونلتزموا زادة باش نستثمروا في فلاحتنا وخيرات بلادنا كما باش نستثمروا في طاقاتنا ومواردنا البشرية وباش نزيدوا ننأكدوا اللي احنا صادقين جديين وخاصة مختلفين عن الطبقة السياسية اللي حكمتنا ومازالت تحب تحكم فينا أنه نلتزموا أنه عند انتخابنا قايمة عيش تونسي دائرة نابل الثنين أننا نتخلاوا عن الحصانة البرلمانية عن الامتيازات وأننا ما نعملوش سياحة حزبية نعملو عليكم أعطيوا فرصة القايمة عدد الثلتاش صوتوا عيش تونسي بسم الله الرحمن الرحيم نزار مخلوفي أستاذ تعليم ثانوي رئيس قايمة طير ديمقراطي عن ولاية القيروان ورقم عشرين اليوم إلى أهلنا في القيروان نتوجه لكم بأهم النقاط اللي وضعناها في برنامجنا الانتخابي على المستوى الجيهوي وعلى المستوى الوطني على المستوى الجيهوي بالنسبة لنا كأولوية في المرحلة الجي إذا انتخبتونا كطير ديمقراطي وقايمة رقم عشرين في ولاية القيروان أولا وأهم شيء بالنسبة لنا كأولوية هو حل مشكلة الجمعيات المائية وإفرادها بهيكل إداري يقضي على التسايب ويقضي على الفوضى اللي عيشتها ثنيا باش ركزوا كذلك على المجال الفلاحي والقيروان هي ولاية إذن فلاحية بامتياز وخاصة كهربة الأبار وبعث مناطق سقوية كذلك محاولة زحزحة وحلحلة مشكلة المشاريع المعطلة وأهمها في مجال الصحة كالمستشفى الجامعي بالقيروان والمستشفى الجهوي بحفوز وحجب العيون على المستوى الوطني الطير الديمقراطي رافع شعار دولة قوية وعادلة وهذا ما يتحقق كان بتعليم قوي وصلاح المنظومة التربوية وكذلك بتغيير منوال التنمية لخلق فرص تشغيل لشباب اليوم معنبي به القاوي كذلك محاربة الفساد بجميع أشكاله والتدقيق في الثروات الطبيعية عاشت تونس عاشت طير الديمقراطي قائمة طير الديمقراطي على القيروان ورقمها 20 الحبيب القصير رئيس قيمة حركة شباب تونس الوطني دائرة المهدية قائمة عدد 16 شعارها تنمية وشغل وحرية القائمة عدد 16 ستعمل على إصلاح المنظومة التربوية والصحية سنقضي على الإرهاب ومحاربة المهربين محاربة تهرب الجبائي واستخلاص الدين المثقلة سنقضي على غلاء المعيشة ومرعاة قفة الموت سنعمل على مضاعفة المنح الجميعية للطلبة وزيادة سنوات السكن إحداث مؤسسات جميعية بالمعتمديات الداخلية بولاية المهدية مراجعة صندوق التعويض وإيجاد حلول الملائمة لمن يستحق التعويض إحداث دور للشباب قارة وملاعب معشبة بكل بلدية في ولاية المهدية تدعيم الجمعيات الشبابية بالموارد اللازمة إلغاء الترخيص الإدارية وتعويضها بكراش شروط لأحداث مواطن الشغل العناية بالمرأة الريفية والمرأة العاملة بمعامل الخياطة وتحسين وضعياتهم الاجتماعية المطابلة بإلغاء تأشيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمعاملة بالمثل إلغاء ديون صغار الفلاحين ودعمهم في المواجهات التقلبات المناخية وذلك بالعمل على سن قوانين في هذا الاتجاه فك العزلة عن ولاية المهدية بربط معتمدلاتها بإحداث سكة حديدية وإيصال مترو الساحل إلى جنوب الولاية أنا خالد هميلة رئيس القائمة عدد 32 للمستقلين الأحرار بالكاف اخترنا الاستقلالية لتفادي الويصاية الحزبية المركزية فلا ولا لنا إلا الجهة والوطن نختزل برنامجنا في جانبين الأول تنموي ونقدم حلولا كالآتي تغيير المنويل للتنمية والفاشل والتركيز على الفلاحة كرافد أساسي من روافد التنمية ومعالجة العوائق العقارية خصوصا بأراضي الأحباس والأراضي الاشتراكية رفع تصنيف الكيف منطقة ظل الحمراء والتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي فك عزلة الجهة عن محيطها الجغرافي وأيقامة سوق إقليمية كبرى جبر الدولة على الاستثمار وإحداث منشآت ذات طاقة تشغيلية كبرى وغرم ما فات جهة الكيف الضحية تكوين ثروة وطنية والقضاء على المديونية بمعالجة ملف الثروات الوطنية بصراحة وسيادة أما التشريعية فقد اقترحنا تعديل القانون الانتخابي من ذلك منع السياحة الحزبية واقتراح نائب عن كل معتمدية إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكيون المهني وتفهم متطلبات الشباب تلطيف المناخ السياسي وإرساء سلم اجتماعي مما يساهم في مضاعفة الإنتاجية انتخبوا المستقلون الأحرار رموز الاستقلالية والفاعلية والمسؤولية انتخبوا القائمة رقم 32 وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم وباسم قائمة الحزب الدستوري الحر للانتخابات التشريعية بولاية جندوبة رقم 9 إن الحزب الدستوري الحر من باب المسؤولية والواجب الوطني والإيمان بضرورة التغيير الجذري سعى في برنامجه الانتخاب على ضبط خطة محكمة فيها حظوظ وضمانات قانونية للحوكمة الرشيدة المتميزة بالتشاركية والاستقلالية في القرار والتنفيذ فالحزب الدستوري الحر سيكون بحول الله قويا بإرادتها السياسية لمعالجة هذه التركمات السلبية وذلك بالتركيز على بعض الأولويات أهمها توفير مناخ الاستثمار بالجهة من خلال أحداث أقطاب صناعية للصناعات التحويلية أحداث سوق للتبادل الحر على الجانب الحدودي مع الجزائر حماية المرأة الريفية من التنقل العشوائي وإيجاد خطة بديلة لحمايتها من الاستغلال حل مشكلة الماء في الأراضي السقوية وإعادة النظر في الأراضي الدولية وتوزيع على الفلاحين الشبان ضرورة الإسراع بحل مشكلة توزيع مياه الشرب بولاية جندوبة العمل على النهوذ بالقطاع السياحي عبر تشغيل المطار وبعث ميناء سياحي ضرورة أحداث مستشفى جامعي بولاية جندوبة فكونوا جميعا يوم الاقتراع في صف هذا الحزب العتيد سليل النهج البرغيبي ولنا أن نقول بكل فخر واعتزاز وثيقة بأن البرغيبية هي الحل والله مع العاملين الصادقين والسلام السلام عليكم أنا خليل غرياني رئيس قائمة حركة تحية تونس بمنوبة وأنا وزملالي معايا في القائمة عزمين أن نخدم هذه المنطقة في الخمسة سنين جايين على المحاور التالية الأساسية وأول محور هو بطبيعة الحال المحور الفلاحي ونعتبر أن منوبة منطقة فلاحية بامتياز نعزم وضع وتركيز وتطوير مركز تجاري للمواد الفلاحية هو نوع من السوق بالجملة ليس يكون فيه ترويج المنتوج للولاية ولكن الولايات المجاورة اللي هي باجا وبنزرته نعرفهم ولايات في الحياء بامتياز أيضا المحور الآخر هو المحور الصناعي ونعرف أن منوبة عندها أربع مراكز تقريب صناعية وهو قصر سعيد دورهيشر ودليل اللي عنده طاقة كبيرة ويزم توسيع في الطاقته في المنطقة الصناعية جديدة منطقة صناعية ناجحة وتصدر منها كثير يتصدر منها منتوج وأيضا المرنجية اللي مازال فيها تطوير هذا وهذه العلاقة بالتشغيل المحور الآخر هو المحور الاجتماعي بطبيعة العالم التغطية الشاملة الصحية من خمسة سنين وأيضا المستشفى الجامعي والمحور الرابع هو المحور الترفيهي عبر تطوير القطاع السياحي الداخلي مرحبا بكم بالناس الكل أنا اسمي جلال مزوغي عمري 29 سنة نحن مجموعة من الشباب كونا قائمة مستقلة 100% اسمها سيب الشباب الشباب اللي خدمتوا به في برامج انتخابية سابقة الشباب اللي دي ما تعدوا فيه الشباب هذا قرر انه يترشح الالتخابات ويكون في مركز القرار ندافع عليكم وندافعوا على حقوقكم نحن شباب مسؤول باش نعدوكم لما نعدوكم ببرامج وهمية فاشلة غير قابلة للتطبيق برامج انتخابية حبر على الورق نعدوكم نكونوا سوتكم وصوت الشعب التونسي يجزينهم من الأحزاب الفاشلة يجزينهم من أنظمة القديمة صوتوا للشباب صوتوا القائمة صوتوا القائمة مستقلة عندي ثقة فيكم يا شباب انه من صوتكم يتشراش بالفلوس وكون شباب واعي شباب هذا يواجه في تونس واحد دينوسورات السياسة الفاشلة سيب الشباب يختار مصيره صوتوا القائمة الأخيرة تسعة واربعين قائمة سيب الشباب عسلمة يشام عجبوني خبير محاسب رئيس قائمة التيار الديمقراطي تونس في الحقيقة دقيقة ونصف ما تكفيش بش واحد يعرض البرنامج ولكن بش نحاول نكون مختصر بش ركز على رؤي التيار الديمقراطي نعتقد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب جدا في تونس وماشي للتدهور وذلك نتيجة ترك ومات لمنوال تنمية وصل إلى حدوده ومعاش غير قادر أنه يخلق الثروة ويوزحها بطريقة عادلة وذلك عليش في الطيار الديمقراطي نعتقد أنه طريقة حكمة البلاد هي زمة تتغير أنه يجب محاربة الفساد السياسي والزابونية والمحصوبية رأي تردي الخدمات العمومية وتردي المستوى المعيشي للتونس النتيجة من الأسباب الأساسية متاعه هو الفساد المستشري في البلاد واللي ينخر في كل القطاعات وذلك عليش نؤسس إلى منوال تنمية جديد يقطع مع الاقتصاد الريعي والمحاور متاعه الأساسية هو تونس قوية بالقوانين متاحها بعلوية دستورها بشعب الحرب الديمقراطية متاحها وباستقلالية قرارها السيادي تونس العادلة بين أبنائها وفئاتها وجئاتها تونس الذكية التي تندمج في اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية تونس المبدعة التي لديها ثقافة وفن معناها وطاقات كبيرة لشبابها الذكية الذي قادر أنه يخلق ويبدع وتونس النظيفة في محيطها وبئتها انتخبوا قائمة تيارة الديمقراطية رقم 8 التي تؤسس للدولة القوية والعادلة ولدولة القانون والمؤسسات شكرا السلام عليكم اسمي فيصل دلبير رئيس القائم عدد 20 لإسفاقس 2 حركة النهضة اشتغلت لمدة 25 سنة كخبير محاسب وكأستاذ جامعي ثم التحق برئاس الحكومة سنة 2016 كمستشار لدى سيد رئيس الحكومة قدمت رشحي مع ثلة من بنات وأبناء إسفاقس البررة باش نكونوا صوتكم وباش نضعوا خبرتنا في خدمتكم أساسا عنا ثلاثة محاور أساسية ورئيسية المحاور الأول يتعلق بإسفاقس نحب نعطيه وجهة إسفاقس ما كانتها الحقيقية وخرت إسفاقس في مؤشرات التنمية وخرت في مؤشرات الاستثمارات العمومية كانت في المرتبة الرابعة سنة 2010 نلقاه اليوم في المرتبة السابعة وبالتالي لابد من حلول وخاصة للمعتمديات الداخلية كما سخيرة كما عقارب كما الغريبة وهوني بداية العهدة مش نبدأ ونخدم على إجراءات عاجلة ألا وهي توفير الاعتمادات الضرورية لتحسين مؤشرات التنمية في الولاية كذلك تقبيق الحلول المقرة في شأن السياب وفي شأن المشاريع الأخرى كما تابرورة والتسريع في إتمام أشغال اليوم على مستوى الحزام باش نحيو الإختناق المروري وباش كيف كيف نجمو نمكنو التجار اللي غديك يتعطاو مهنتهم ونشاطهم في أحسن الظروف وهذا المحور الأول يزم حلول الاقتصادية اللي مش تمكننا هو المحور الثاني مش تمكننا من استرجاع سيادة القرار الاقتصادي والمالي وأخيرا محور الثالث هو الاجتماعي لتوفير مناخ اجتماعي سليم وعادل بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لأهالي نفطة طوزر حزوة تمغزة الحامة أنا هزار رويسي شابة من شباب ثورة الحرية والكرامة رئيس قيمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي عن دائرة طوزر إخوتي أخواتي مبادئنا رد الاعتبار لإخلاقيات الفعل السياسي الهادف لخدمة الصالح العام برامجنا مستمدة من واقعنا الذي نعيشه كأبناء ولاية طوزر إنلتوا ثقتكم سنعمل في الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي على تجديد البنية التحتية للقطاع السياحي بإعادة فتح النزول المغلقة بكل من نفطة وتوزر تطوير خدمات مطار توزر نفطة عبر إنشاء خطوط دولية لتنشيط السياحة الصحراوية والنشاط الاقتصادي العناية بالقطاع الفلاحي وإلاء الأولوية للأحياء المناطق الوحية وإنهاء معاناة الفلاح إنشاء مناطق للتبادل الحر بكل من معتمدية حزوة وتمغز الحدوديتين وخلق مجال تعاون مع الجار الجزائر تحرير التصرف الأراضي السكنية والفلاحية والصناعية والحصول على احتياجاتنا منها مراجعة الاتفاقيات الجائرة في مجال المائدة المائية العميقة المشتركة وتمكين معتمديات الولاية من حقها في استغلال مواردها الاستغلال الأمثل سنسعى أيضا إلى استعادة بريق السياحة وفتح المجال أمام الشباب لتحقيق ذاته والتميز صوت بكثافة يوم 6 أكتوبر صوت للأمل بسم الله خير الأسماء والصلاة والسلام على رسول الله أهلي الكرام في ولاية جفصة أنا أختكم نوري جبنوني أستاذ التعليم إعدادي رئيس قائمة حزب طيار المحبة الانتخابات التشريعية بولاية جفصة أترشحوا في هذه الانتخابات من أجل المساهمة في خدمة تونس عموما وخدمة أهلي وولايتي بشكل خاص نحن نناظل في حزب طيار المحبة من أجل منحة البحث عن العمل وتوفير مواطن الشغل للعاتلين التعجيل بتسويت وضعية العمال الحذائر تأمين ثروات محاربة الفساد والمفسدين نحن ضد السستام الحرص على عدم المساس بحقوق المتقاعدين تأمين العيش الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة الإسرع في إكمال المشاريع المعطلة بقفصة الاعتناب الفلاحة ودعم الفلاحين الصغار والتجيوم على مزيد البذل من أجل الأمن غذائي السعي على القضاء على الفقر والتهنيس والحرص على إلغاء المحصوبية والوصولية وتكريس مبدأ التكافأ في الفرص الاعتناب المرأة الريفية وتحسين مواردها تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين إصلاح التعليم والصحة والسعي لإرساء مستشفى جامعي متعدل اختصاصات الحرص على توفير استمرارية الماء الصالح للشراب في كل المعتمديات والأرياف والقراء لأن الماء حق دستوري نحن نطمح إلى إقامة دولة عادلة ليس بها تهميش ولا محصوبية كونوا لنا سندا أن أعيدكم بأخذ حق قفصة في التمييز الإيجابي وسوف تكون قفصة ولاية رائدة هي وكل معتمدياتها أعيدكم أمام الله وأمام الشعب أن أكون صوتكم في مجلس النواب صوتوا لقائمة حزب طيار المحبة رقم أربعة وفقنا الله من خدمة العباد والبلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة